كل واحد عايشة الوحدة وهذا ولد تفككاً أسرياً بحد ذاته ومن هنا نشأت المشاكل وحقيقة تنظر عادة إلى أبناء هذا البلد خاصة الأجيال الجاية أعوذ بالله اللي بعدها سمت ربيه بس على الآيفون وعايشة في عالمها الخاص ماكو عالم الآيفون وعالم الموبايلات وهالأشياء ماكو تواصل بشري أصلاً فليس هناك تهذيب روحي تهذيب نفسي تهذيب إنساني عايش كآلة فقط مجرد من المشاعر أعوذ بالله الله يستر كل واحد عايش لنفسه لا هذا وضع خضر نحن نحول المجتمع هنا إلى مجتمع والعياذ بالله من الحيوانات الخالية من المشاعر المجرد من الصفات الإنسانية أو إلى مجتمع من الجمادات من الآلات العاملة ترجمة نانسي قنع